أهلا بكم بين انتخابات تشرين 2021 و تشرين 2022 غرفة أخبار التغيير تحصي مبادرات الخروج من الانسداد السياسي خلال عام بعد أيام سيقضي العراق سنة كاملة على إجراء الانتخابات المبكرة ولازال الانسداد هو العنوان الأبرز للشارع السياسي مبادرة لحل الأزمة سجلت رقما قياسيا تخطى حاجزة الخمسة عشرة مبادرة أولى تلك المبادرات أعلنت في الحادي وثلاثين من كانون الثاني مطلع العام الحالي أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أما أطلق زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي مبادرة حل الانسداد السياسي بمقترح اختيار الصدر لرئيس وزراء جديد شريطة قبول الإطار التنصيقي به في التاسع من شباط أطلق الإطار التنصيقي أولى مبادراته باختيار الكتلة الأكبر في البرلمان واختيار رئيس وزراء جديد في الحادي والعشرين من أذار أعلن زعيم التيار الصدري مبادرة بدعوة النواب المستقلي للمشاركة في حكومة أغلبية وطنية وفي مبادرة ثانية للتيار في آخر أذار الماضي منح فيها الصدر مهلة أربعين يوما للإطار وحلفائه بتشكيل حكومة جديدة دون مشاركة الكتلة الصدرية في الرابع من نيسان أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مبادرة سياسية لإيجاد حل للانسداد المستمر مبادرات أطلقها زعيم تيار الحكم عمار الحكيم كانت أبرز واحدة منها في مطلع نيسان الماضي تدعم حسم المنصب الرئاسي ومنح المعارضة منصبة في اللجان النيابية في الرابع والعشرين من نيسان أعلن تحالف من أجل الشعب مبادرة أتباع السبل أو اتباع السبل القانونية لحل مجلس النواب وفي الرابع من أيار عاد الإطار التنصيقي بمبادرة ثانية اقترح فيها على الأحزاب الكردستانية حسم مرشح الرئاسة لكن زعيم التيار الصدري لم يلتفت لمبادرة الإطار معلنا مبادرته الجديدة بمهلة الخمسة عشر يوما للمستقلين بفرصة تشكيل الحكومة مبادرة مسعود البرزاني التي سميت بمبادرة الفرصة الأخيرة إذ كانت تحمل رسالة التهدئة وإيجاد حلول أفضل من حل البرلمان عقبها مبادرات لكل من ائتلاف النصر وتحالف الفتح ليعلن بعدها الإطار التنصيقي مرشحه محمد الشيع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة تزامنا مع أحداث نهاية تموز ومطلع آب أطلق رئيس إقليم كردستان مبادرة حوار لحل الأزمة السياسية بعد تطورها من الطاولات إلى الشوارع عقبها مبادرة الكاظمي التي أنجز فيها حواران وطنيان جمعاء القوى السياسية والرئاسات الأربع والأمم المتحدة مع رفض التيار الصدري المشاركة فيهما مبادرات كثيرة تكبر ككرة ثلج دون أن تضيب جليد الخلافات بين المتخصمين عنوانها حل الانسداد لكنه تعمق تدريجيا حتى رفعت الأسلحة فيه وهو ما يؤشر بشكل واضح على انتهاء الحلول السياسية في العراق الذي يعتبر نظامه من الأنظمة الديمقراطية اشتركوا في القناة